السؤال بعد كده بيقول هل يا صح خروج زكاء زكاة المال مواد غذائية السؤال دوت شكله كده بيقول بيقوله هل ينفع ان انا خرج زكاة المال مثلا شنط رمضان اه بس احنا دلوقتي لازم نقول ان الزكاة اصلا زكاة المال اصلا الاصل فيها انها تخرج مال لان كل زكاة بتخرج من جنس ما وجب فيه الزكاة يعني زكاة الزروع والسمر تخرج بايه زروع والسمر وبعدين بنحولها عشان مصلحة الفقير وهنا كمان زكاة الاموال تخرج مال لكن فيه عندنا حاجة لان الله سبحانه قال انما الصداقاته للفقراء والمساكين فإن اللي حاصل فالاصل ان الفقير والمسكين لما بخرج له زكاة ان هو يملكها بس اهل الملك ده ان هو ياخد فلوس ممكن يقوم حاجة تانية مكانها يا ناس على سبيل مثال انا واحد دلوقتي واحد عايز يدخل مستشفى وانا دلوقتي عارف ان الزكاة لو عدفع له الزكاة عدى له في ايده بس هو عايز يدخل مستشفى بيموت فروحت دفعت له اجرة المستشفى الفقراء بقى يقوله وانا ما دفعت له اجرة المستشفى هل ده ينفع من الزكاة؟ اه لان الصحة من الحاجات وممكن يكون اللي هو فيه ده وصل الى حد الضرورات لانها خلاص هيهلك فلما انا ادفع الفلوس اوعى وانت بتجاوب على الاسئلة ما تلاحص لغة وبيئة السؤال اللي بيسأل السؤال ده بيتكلم عن بيئة فيها حاجة اسمها شونة رمضان فيه وعى يغيب عنك ده او حتى فيه حاجة اسمها انه هو بيطلع مواد غذائية فتعالوا نشوف المواد الغذائية دي لو كانت المواد الغذائية دي مواد اساسية اذا كانت المواد الغذائية دي مواد اساسية يعني ايه مواد اساسية محدش بيأكل من غير الرز ولا لحمة ولا عيش ولا الحاجات الاساسية اللي بناكل بيها اذا كانت الاموال بقى هتتحط فيه المواد الاساسية دي اه يا جزء انه يتحط فيها الزكاة بالعكس ده جزء كبير من المساعدة في حالتنا دي وفي قزمتنا اللي احنا فيها دي اه يبقى ممكن يكون ده مساعدة مهمة جدا 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 اه يبقى ينفع تبقى تخرج الزكاة في مواد غذائية اه في مواد غذائية اساسية والاصل في اخراج زكاة المال انها تخرج مالا طيب ليه اجازت ان هي تخرج في مواد غذائية اجازت مش قلت ان هي ده الاساس لكن اجازنا اجازنا ليه لان المواد الغذائية اللي احنا بنقصدها هنا المواد الغذائية الاساسية اللي اكيد لما واحدة ياخد فلوس لازم يروح اشتري اكل هم لاعيش ازاي طيب لما اشتري اكل ايه اشتري الاكل الاساسي لكن لو حططلو بقى مثلا جوز هند وزبيب وحططلو يميش وحططلو معرفش ايه وحططلو شوية حاجات من الحاجات اللي مش لازم يأكلها هو عشان يعيش لا دي ما تنفعش دي تبقى من الصدق عايز احطها له في الشنطة يبقى ده من الصدق عايز احسسه ان هو بيأكل زي ما انا بأكل وحططلو حاجات زي ده عن حاجاته الاساسية لا ده من الصدق الزيت السكر حاجات اللي اساسا لازم يكون بيأكل بيها ساعتها السمن عشان ده ما يصلح الطعام الحاجات الاساسية دي لو اننا حطيت فيها ما عشان افصل فيما اسألت المواد غذائية يبقى ايه المواد الغذائية المواد الغذائية الايه الاساسية لو غير كده لا ما ينفعش تكون فيها الزكاة وخاصة ما ينفعش تكون فيها زكاة المال